السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المتنوعة مهلا بيب النهاردة ان شاء الله مكملين مع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي هنكمل مع بعض ريفيجن البراجرافز المقررة عليهم في الفصل الدراسي الثاني وكنا المرة اللي فتت بدأنا الرفيجن ب10 باراجرافز في فيديو الجزء الاول وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس وكمان هسيبه لكم على الفيديوز اللي بتظهر في شاشة النهاية علشان ما فيش باراجراف يقع مننا ما نبقاش راجعنا عليه ودلوقتي خلونا نبتجي على طول يعني مبادرة الصور الاخضر العظيم يعني التصحر اصبح مشكلة كبيرة يعني الدول كتير بتعاني من المشكلة دي ولازم اننا نلاقي حل لهذه المشكلة يعني التصحر بيحدث لما الارض الخضراء بتصبح صحراء يعني مبادرة الصور الاخضر العظيم هي مبادرة تم تأسسها في سنة 2007 بواسطة الاتحاد الافريقي لحل مشكلة التصحر في اقليم الساحل الخاص بافريقيا يعني اقليم الساحل بيعاني من الجفاف يعني الناس عادة او دائما مش بيزرعوا الارض بشكل جيد هناك يعني الناس كمان بيزرعوا كميات اقل من الطعام وبيفقدوا منازلهم هناك مبادرة الصور الاخضر العظيم سوف تزرع ملايين الاشجار والنباتات عبر افريقيا لانشاء منظر طبيعي اخضر متنامي او بيكبر يعني بيتزايد يعني انه لمن المتوقع ان يصبح هذا الصور اكبر شيء حي او كائن حي في العالم يعني انه سوف يوفر فرص عمل او وظائف لعشرة مليون شخص يعني الاشجار والنباتات هتحسن التربة او الارض للزراعة مرة اخرى يعني ده يساعد في خلق بيئة نظيفة وتقليل التصحر نمبر 12 يعني اثر تغير المناخ يعني تغير المناخ ممكن يسبب فيضنات بسبب ارتفاع منسوب البحار يعني لما مية البحار بتيجي على المزارع الملح اللي في المياه بيقتل المحاصيل يعني الفلاحين بيصبحوا غير قادرين على زراعة اي شيء لعدة سنوات لكن في الدول ذات التقس الحار زي مصر يعني لكن في الدول ذات التقس الحار زي مصر اشجار المنغروف الاستوائية بتنمو على البحر بطول او بمحاذات الساحل يعني اشجار المنغروف بتحمي المزارع والمجتمعات من الرياح والعواصف القوية يعني الاشجار دي بتوفر المسكن او المقوى للنباتات والاسماك والحيوانات البحرية يعني لو بقى فيه اشجار منغروف اكتر هيبقى فيه فيضنات اقل ثورتين ابيوجرافي او اي من رجب يعني السيرة الحياتية لاي من رجب ويا شباب عايزين نخلي بالنا جدا من البيوغرافيز او السير الحياتية المقررة علينا لازم نبقى مذكرينها كويس علشان ما ننساش المعلومات اللي هنتكلم بيه عن الشخصيات اللي علينا لازم نبقى مذكرينها كويس علشان ما نجيش في الإجزام نقلف عن الشخصية لان ما ينفعش لازم نقول فعلا الحقائق اللي عن الشخصية دي تمام فالبيوغرافيز اللي علينا تتذكر كويس انا جايبها لكم كلها في الفيديو ده فهكملوا معي الاخر الفيديو ان شاء الله وذكروها كويس ودنياة ان شاء الله تبقى تمام معاكو جدا اي من رجب اذا ايجيبشن ساينتست who has always been interested in space science يعني اي من رجب عالم مصري كان دايما مهتم بعلم الفضاء ناسا has been trying to understand what it can do with the rubbish that space journeys produce يعني وكلة الفضاء ناسا الامريكية كانت بتبحث ازاي تعرف تتصرف فيه الكمامة اللي رحلات الفضاء بتنتجها يعني رواد الفضاء بيستخدموا بلاستيك وورق وقمامة اخرى كتير فيه رحلاتهم الى الفضاء وجي طبعا مشكلة كبيرة ناسا started a competition asking the world's best scientists to try and find a solution يعني وكلة ناسا بدأت مسابقة عشان تطلب من علماء العالم افضل علماء في العالم ان هما يحاولوا يجدوا حل للمشكلة داي اي من رجب entered the competition and came second in 2019 يعني اي من رجب اشترك في المسابقة وفاز بالمركز الثاني في 2019 he suggested using jets of air to make the waste smaller and then help to recycle it يعني هو اقترح استخدام طيارات الهواء لجعل الكمامة اصغر يعني زي ما تقولو كده اولاد يضغطوا الكمامة بطيارات الهواء and then help to recycle it وبعد كده يقدروا يعيدوا تدويرها يعني اي من من قرية الدبابية بالقرب من لوكسور ومتخرج في كلية الهندسة من جامعة اسوان he has worked as a teaching assistant at the same university and now works as a researcher for a university in Finland يعني هو اشتغل كمساعد مدرس في نفس الجامعة اللي هي طبعا جامعة اي اولاد قلنا اسوان and now works as a researcher يعني بيعمل كباحث في جامعة فينلندا since he won his prize he has worked on nasa's technology transfer project which looks at how to use the latest technology in space and he has recently found ways to save energy when there is little gravity يعني منذ حصوله على جائزته عمل على مشروع تحويل التكنولوجي الخاص بوكالة ناسا واللي بيبحث في كيفية استخدام احدث التكنولوجيا او احدث التقنيات في الفضاء ومؤخرا اكتشف طرق لتوفير الطاقة عندما تكون الجاذبية قليلة and now number 14 a biography of dr. فاروق الباز يعني السيرة الحياتية لدكتور فاروق الباز Egypt is reaching her human power يعني مصر غنية بطاقتها البشرية او عناصرها البشرية and I am always proud of its female sons وأنا دايما بكون فخور بابنائها المشاهير who have become female scientists واللي أصبحوا علماء مشاهير known all over the world يعني معروفين حول العالم One of those Egyptians is dr. فاروق الباز يعني واحد من هؤلاء المصريين هو الدكتور فاروق الباز He is a great scientist and a geologist يعني هو جيولوجي وعالم عظيم After studying the moon يعني بعد دراسة القمر فاروق started studying deserts on earth يعني دكتور فاروق بدأ ان هو يدرس السحاري على كوكب الأرض He used satellites to find rivers that were under the sand يعني هو استخدم الأكمار الصناعية علشان يجد أو يعثر على الأنهار اللي كانت تحت الرمال This work has helped Egypt and other countries to find new water يعني هذا العمل ساعد مصروي الدول الأخرى على العثور على مياه جديدة أو مصادر جديدة للمياه يعني He also helped to show astronauts where they could find underground water in the deserts يعني هو كمان ساعد انه يوري أو يعرف الأسترناتس أو رواد الفضاء أين يمكنهم العثور على مياه جوفية في السحاري Before this work يعني قبل هذا العمل He had helped to develop هو ساعد انه يطور special cameras كاميرات معينة أو كاميرات خاصة On the space shuttle على مكوك الفضاء Scientists had done a lot of research before the first person walked on the moon يعني العلماء عملوا مجهود أو عملوا أبحاث كثيرة قبل ما أول رجل تخطي على الأمر أو قبل ما أول شخص يمشي على الأمر فاروق البيز helped to plan where Apollo 11 should land on the moon يعني فاروق البيز ساعد انه يخطط فين بالزبط المفروض Apollo 11 تهبط فوق سطح الأمر And taught astronauts which rocks to take from the moon We عرف رواد الفضاء ايه الصخور بالزبط اللي لازم يخدوها من على سطح القمر To sum up يعني علشان ألخص أو الخلاصة يعني I'd like to say حابب أني أقول That such great scientists أن العلماء العظام اللي زي كده Should be valued لازم يتم تقديرهم And encouraged ويتشجيعهم To help our world more and more عشان يساعدوا العالم بتاعنا أكثر وأكثر ودلوقتي يا شباب قوموا بليز خدوا كده بريك شربوا بقى مية ققفوا في البلكونة شموا هوا غيروا جاو وثلاث دقائق كده بالزبط ورجعوا يلا نكمل الفيديو ساوا عشان نكمل صفية المهندس يلا بينا وقفوا الفيديو ورجعوا لي على طول ودلوقتي يا شباب يارب تكونوا بقيتوا أحسن كده ومركزين أكثر خلونا نبتدي فيه number 15 Biography of صفية المهندس يعني السيرة الحياتية لصفية المهندس صفية المهندس was born in Cairo يعني صفية المهندس اتولدت فيه الكاهرة Her father was a famous linguist يعني والدها كان عالم لغوي مشهور He encouraged her to read Arabic books and novels يعني هو شجعها ان هي تقرأ كتب وروايات باللغة العربية صفية also studied English literature at the university يعني كمان صفية درست أدب انجليزي في الجامعة and graduated from the faculty of arts وتخرجت من كلية الأداب The first broadcast in Africa and in the whole Arab world was Egyptian radio broadcasting يعني أول بث إذاعي في أفريقيا وفي العالم العربي كله كان البث الإذاعي للراديو المصري أو يعني للإذاعة المصرية صفية was the first female voice on the radio يعني صفية كانت أول صوت أنثوي على الراديو أو على الإذاعة She presented programs for women and for children يعني هي قدمت برامج للمرأة وللأطفال Her most famous program was housewives كان أشهر برنامج لها هو برنامج رباط البيوت which presented news educational advice and drama for the whole Egyptian family واللي كان بيقدم أخبار ونصائح تعليمية ودراما لكل الأسرة المصرية صفية was very kind and helpful to all radio broadcasters يعني صفية كانت طيبة ومتعاونة جدا مع كل زملائها الإذاعيين في الإذاعة She helped everyone, سعدت كل الناس and so ولذلك she was called the mother of broadcasters يعني كانت بتسمى أو كان بيطلق عليها لقب أم الإذاعيين She was the head of the radio broadcasting until she retired in 1982 يعني هي كانت رئيسة البث الإذاعي لحد ما تقعدت في 1982 And now let's move to number 16 A biography of Farouk Shusha يعني استيرة الحياتية لفاروق Shusha اسحى يا كابتن ياللي نايم شايفاك صح صح معايا يلا فاروق Shusha was born in Damietta يعني فاروق Shusha كانت قد والدة في دوميات He went to a nearby elementary school يعني هو التحق بمدرسة ابتدائية مجورة أو قريبة He went to the local library at a very early age يعني ذهب أو التحق بي المكتبة المحلية في عمر مبكر جدا And was able to read many books in the Arabic language وكان قادر أنه يقرأ كتب كتيرة باللغة العربية Now he's a well known radio presenter and a famous poet يعني دلوقتي هو مقدم إذاعي مشهور أو معروف جدا يعني ذائع الصيت وشاعر مشهور He studied at Cairo University يعني هو درس في جامعة القاهرة and graduated from the faculty of دار العلوم ويتخرج من كلية دار العلوم He worked as a radio presenter يعني هو اشتغل كمقدم برامج إذاعية and later on as a TV presenter too وبعدها التحق كمان بالتقديم التلفازي أيضا أو يعني بقى مقدم برامج في التلفزيون أيضا He always liked poetry and Arabic literature يعني هو دايماً كان بيحب الشعر والأدب العربي In his programs في البرامج بتاعته شوشا always talked about the beauty of the Arabic language and its rich literature يعني شوشا كان دايماً بيتحدث عن جمال اللغة العربية وأدبها الغني أو الثاري يعني For this reason لهذا السبب he was called the guardian of the Arabic language كان بيطلق عليه لقب حارس اللغة العربية He won the Nile Prize for literature in 2016 يعني هو فاز بجائزة النيل للأدب في سنة 2016 Finally في النهاية I'd like to say حبيب إني أقول The more sincere you are at your job كلما تكون أكثر إخلاصاً في وظيفتك The more you become successful كلما تصبح أكثر نجاحاً كده يا شباب احنا اشتغلنا مع بعض For biographies أيمن رجب ودكتور فاروق البيز وصفية المهندس وفاروق شوشا عايزين نخلي بالنا إننا نذكرهم كويس جداً جداً أرجوكم اقروهم كذا مرة والمعلومات اللي تحسوا إن إنتوا يعني ممكن ما تفتكروا هاش لوحدكم حاولوا تحفظوها خصوصاً أرقام السنوات والحاجات اللي زي كده عشان تلاقوا حاجة تكتبوها لو جالكم شخصية من الشخصيات لازم يكون عندكم عنها معلومة دي مش حاجة ممكن تألفوا عنها أو تسرحوا خيالكم مثلاً وتتخيلوا أو كده تمام؟ And now number 17 Review of flying cars يعني السيارات الطائرة Transport is very important all over the world يعني وسائل النقل حاجة مهمة جداً حول العالم كله We now have the technology إحنا دلوقتي عندنا التكنولوجيا that will be able to make flying cars اللي هتكون قادرة على إنها تصنع لنا سيارات طائرة Engineers think that flying cars will be like helicopters يعني المهندسين بيعتقدوا إن السيارات الطائرة هتكون شبه الهليكوبتر They will use electricity هيستخدموا الكهرباء Because electric engines لأن المواتير أو المحركات الكهربية are not very noisy مش بتعمل ضوضاء قوي I think flying cars will be the answer to a lot of problems يعني أنا أعتقد إن السيارات الطائرة هتكون حل لكثير من المشكلات If there were flying cars لو بقى فيه سيارات طائرة People could fly to work from far away الناس هتقدر تروح أو تطير لأعمالها من مسافات بعيدة Flying cars could land on the roofs of buildings يعني السيارات الطائرة تقدر تركن أو تهبط على أسقف المباني As a result وكنتيجة لذلك There would be more space in the streets هيكون فيه مساحات فارغة أكبر في الشوارع Electric flying cars would make less pollution too يعني كمان السيارات الكهربية الطائرة هتسبب تلوث أقل I think it's very likely أعتقد إنه من المحتمل جدا We will see flying cars in the future إن إحنا هنشوف سيارات طائرة في المستقبل And now let's move to review 18 Review on driverless cars يعني السيارات اللي بلا قائد أو بلا سائق In the future في المستقبل Driverless cars will change all of our lives يعني السيارات اللي بلا سائق أو بلا قائد سوف تغير كل حياتنا أو حياتنا كلنا We will be able to travel anywhere without touching the controls or even looking at the road يعني إحنا هنبقى قادرين إنه نسافر أي مكان من غير ما نلمس أدوات التحكم بتاعت السيارة أو حتى ننظر على الطريق Driverless cars will also be better for the environment يعني السيارات اللي بلا سائق هتكون كمان أفضل بالنسبة للبيئة because they will be electric لأنهم هيكونوا سيارات كهربية However ومع ذلك there are still some problems يوجد مع ذلك بعض المشكلات Car companies شركات السيارات will have to do lots of testing هتبقى محتاجة إن هي تعمل اختبارات كثيرة to make sure that the cars are completely safe علشان تتأكد إن السيارات منها بشكل كامل We will also have to make new laws إحنا كمان هنكون ملزمين بعمل قوانين جديدة أو بسن قوانين جديدة and we might even have to change some of our road signs وكمان هنكون حتى مضطرين إننا نغير بعض العلامات أو إرشادات اللي على الطريق So that لكي the cars, computers can read them لكي تستطيع الكمبيوتر بتاعت السيارات إنها تقرأهم Some experts believe that we will have to wait until 2030 يعني بعض الخبراء بيعتقدوا إن إحنا لازم ننتظر أو نصبر لحد سنة 2030 Others see that driverless cars will be here much sooner يعني الخبراء آخرين بياروا إن السيارات اللي بلا سائق هتكون متوفرة أقرب من ذلك بكثير يعني من قبل 2030 بكثير Of course it's impossible to know who is correct يعني طبعاً بالنسبة لنا مستحيل إننا نعرف مين اللي هو على صواب فيهم But we can be sure of one thing لكن إحنا ممكن نكون قادرين على إننا نكون متأكدين من شيء واحد فقط Driverless cars will be part of our future وهو إن السيارات اللي بلا سائق هتكون جزء من المستقبل بتاعنا البنوتش الأول اللي صرحنا ومش مركزة معي أنا شايفيكي ركزي معي يلا هم آخر two paragraphs يلا Review 19 Review of how learning will be like in the future يعني التعليم هيكون شكله إيه أو عمل إزاي في المستقبل Before now قبل دلوقتي أو قبل الوقت الحالي The learning process العملية التعليمية Depended on books blackboards and classrooms العملية التعليمية كانت بتعتمد على الكتب والصبرات التقليدية العادية والفصول التقليدية In fact في الحقيقة The process has developed all the time يعني العملية التعليمية فضلت تتطور على طول الزمن أو على طول الأيام Came after that اللي جيباء بعد كده The white board الصبورة البيضاء cds and dvds والcd هات والdvd هات اللي هي طبعا يا شباب أنواع من الأقراص المدمجة والكلام ده Next وبعد كده Came the educational programs and the smart boards وبعد كده جت البرامج التعليمية والصبرات الذكية Today we are in the age of online learning يعني دلوقتي أو في الوقت الحالي احنا في عصر التعلم online أو التعلم على الانترنت زي اليوتيوب والزوم والجوجل كلاسروم والحاجات اللي زي كده كلها يولاد المنصات التعليمية دي كلها كده ده كده كله اسمه online learning كلها طبعا platforms أو منصات حديثة يعني ما كانتش بتبقى موجودة قبل كده The educational platforms have controlled the learning process يعني المنصات التعليمية أصبحت مسيطرة على العملية التعليمية I think أنا أعتقد in the near future في المستقبل القريب the computer and the robots will develop thinking يعني الكمبيوتر و الإنسان الآلي يعني سوف يطور من التفكير أو من الفكر التعليمي يعني computers may choose what suits the mentality and the age of the learner يعني الكمبيوتر ممكن تختار إيه اللي بيناسب العقلية و السن بتاع المتعلم وهنا ياولاد دي غلطة مطبعية سوت دي طبعا مفروض سوتس عشان اس المدارع لأن what دي بتبقى مفرد بتتعمل معاملة المفرد إيه الشيء اللي هي يلائم المتعلم فwhat suits مفروض سوت تتحط لها اس المدارع تمام؟ هي بس غلطة مطبعية كتاب المعاصر طبعا كتاب ممتاز فممكن بس الاس بتاع المدارع دي تكون وقت منهم في التباعة and they will decide on the quality and the quantity of the curriculum يعني كمان الكمبيوتر أو الروبوت دول هيقرروا الجودة والكمية بتاعت المنهج توصمب عشان ألخص أو عشان أقول الخلاصة يعني I'd like to say حاببني أقول no one can predict where technology will lead us محدش يقدر يتوقع أو يتنبأ التكنولوجيا هتودينا على فين and now the last paragraph with us today paragraph number 20 the new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة طبعا ياولاد ده حاجة مهمة جدا لأن ده حاجة من الأحداث الحالية اللي محيطة بينا في كل مكان فلازم نخلي بالنا إننا نذكره كويس Egypt is planning for a new administrative capital in the desert east of Cairo يعني مصر بتخطط لي عاصمة إدارية جديدة في الصحراء شرق الكاهرة It is going to have modern universities, offices and hotels يعني هيكون فيها فنادق ومكاتب وجامعات حديثة There will be a monorail passing through the business districts يعني هيكون فيه monorail أو يعني الخط السكة الحديد الأحادي passing through بيمر عبر the business districts اللي هي الأحياء الاقتصادية Electric trains will link the city to other cities around Egypt يعني الكتارات الكهربية هتربط المدينة بالمدن الأخرى حول مصر كلها The city is designed to work with smart technology يعني المدينة مصممة إنها تعمل بالتكنولوجيا الذكية أو الحديثة Roofs will be covered in solar panels يعني الأسطح هتكون مغطى باللوحات الشمسية The shops will be cashless يعني المحلات هيكون التعامل فيها مش نقدي أو مش بالأموال And they will have more green spaces to walk around in the city يعني هيكون عندهم أو هيكون هناك أماكن خضراء كثيرة للتمشية حول المدينة وده يا شباب كان آخر باراغراف معنا النهاردة وآخر باراغراف معنا في الـ revision بتاعت prep 3 بالتوفيق يا رب أتمنى لكم كلكم التوفيق وإن شاء الله تجيبوا الفول مارك في الإنجليش ما تنسوش بس تعملوا لايك للفيديو وتبعتوه لكل أصحابكم عشان يلحقوا يرجعوه زيكم واشتركوا في القناة علشان إن شاء الله توصل لكم مراجعة السنين اللي جاية ولوليكم إخوات خليهم يشتركوا برضو لأن القناة لكل الـ grades التعليمية مش بس لـ prep 3 أشكركم واشوفكم في فيديو جديد مهلا بيب باي باي